موسيقى موجز الأخبار من التناصح أهلا بكم أدان المجلس العسكرية من صراطة واتحاد الثوار بالمدينة أدانوا بيانة تجمع السياسية لنواب المدينة والمجلس البلدي وحزب العدالة والبناء بشأن أحداث براك الشاطئ عسكري من صراطة واتحاد الثوار وفي بيانة لهم أكدوا أن الشرعية في ليبيا هي فقط للمؤتمر الوطني العام وحكومة الانقاذ الوطني ويؤكدون عدم اعترافهم باتفاق صخيرات وما نتج عنه وحيى البيان ما قام به اللواء الثالث عشر في الجنوب من سيطارة على قاعدة براك الجوية استهدف الطيران التابع لميليشيات ما تسمى الكرامة منطقة وصل بلاد في بنغازي بعدة غارات جوية الأحد مصدر من المدينة أكد مقتل المدعو فضل الحاسي أحد قادت ميليشيات كرامة جراء انفجار لغم أرضي أثناء محاولة الميليشيات التقدم بمحور الذريح بوسط البلاد صوبة مركزات الشورى بنغازي وأضاف المصدر أن ميليشيات كرامة مستمرة في قصف المنطقة بقذائف الدبابات في ظل تحريق لطيران الرصد والتجسس المساند لكرامة تسللت مجموعة ميليشيات ما تسمى الكرامة إلى سوق العرب بالقرب منطقة وصل بلاد في بنغازي مصدر من ثوار المدينة أوضح أن سوق العرب يعتبر منطقة التماس وسبق لميليشيات الكرامة أن دخلته وقامت بسرقة بعض المحلات وتراجعوا بعد استهدافه من قبل مجلس الشورى بنغازي مضيفا أن ما تظهره ميليشيات الكرامة عبر صفحاتها من دخول للسوق هي عميات نهب وصرقة لمحتوياته قتل مدنيان اثنان وجرح أخرون في منطقة الجفرة إثر استهداف للطيران الأماراتي الموالي لمجرم الحرب حفتر للمنطقة ليلة الأحد مصدر من المنطقة أوضح للتناصح أن الطيران الأماراتي شن 30 غارة جوية استهدفت مقر الكاتبة الثاني عشر التابعة لوزارة الدفاع بالحكومة المقترحة وقاعدة الجفرة الجوية ومزارع في منطقته هون وسوكنا مشيرا إلى أن القصف طال أيضا منازل بعض المواطنين استقبل مستشفى العافية بمطقة هون بالجفرة قاتلين أحدهما نيجيري الجنسية وجرح أخرون إثر قصف للطيران الأماراتي على المنطقة ليلة الأحد المتحدث باسم المستشفى هون السالم فكرانا وفي تصريح صحفي له أوضح أن الجرحى الذين استقبلهم المستشفى تفاوتت حالاتهم بين الحارجة والمتوسطة ونشد المتحدث باسم المستشفى وزارة الصحة في غرب البلاد وشرقها والمنظمات الدولية بضرورة تقديم المساعدات المستشفى الذي يعاني نقصا في الأطقم الطبية والأدوية حسب قوله ختاب الموجز إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر